بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقصى هيكون مائل البرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب السعيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وفيه كمان النهاردة شرب بورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال السعيد وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة ومن الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمية وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بك يا فرد أهلا بك يو طمانين عن حالة التقص النهاردة خصوصاً فيه يعني انخفاض في درجات الحرارة وعرفينا إيه زواهر الجوية الموجودة دلوقتي هل فيه شابورة هل فيه أمطار يعني بالتحديد المناطق الممكن يبقى فيها أمطار وبالفعل احنا بنشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خاصة خلال فترات الليل المخفاض بقى ملفوظ الأجواء بقت أجواء شديدة الفرودة في بعض المناطق مع استمرار طبعا الاستفرار في الأحوال الجوية احنا بنتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط مرورا طبعا بشبه الجديرة العربية وأيضا امتداد منخفة جو غير متعمص طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفدة والمتوسطة خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط فاليوم متوقع يكون فيه فرص بسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من سواحنة الشمالية الغربية زي طبعا المفروح والعالمين والأسكندرية لكنها كلها فرص أمطار خفيفة هتكون على فترات متقطعة من اليوم وان شاء الله مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية بالإضافة كمان نتيجة انتفاض ربعات الحرارة الكبير فترات الليل وتوافر عامل الرطوبة بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية في صباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الصرق الزراعية والسريعة والقريبة من المشطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى محافظات الوكس البحري السواحل الشمالية مدن القناة والشمال السعيد الشبورة المائية بدأت تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية بدأت تنخفض معاها الرؤية الأفقية على أغلب الصرق تسافتها بدأت تديد فمهم جدا قائد المركبات ومسافرين على الطرق القيادة بجدوء تم متابع كافة تعليمات المرور في الإضافة كمان ان احنا بنشهد طبعا انخفاض شدربات الحرارة في فترات النهار ملخوظ أكثر فترات في ييل العظم على القاهرة الكبرى بسراح ما بين درجة مئوية خلال فترة النهار يعني احساسنا بسقف فترة النهار خاصة تزياد الفترات بتوع أشعة الشمس على المناطق الداخلية سقف شده يلطيف تماما على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري السواحل الغربية وكمان سواحل الشمالية أجمعها وشمال السعيد سقف معتاد المدابي على جنوب السعيد وجنوب ديناء لكن فورا غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل درجات الحراسة محافظ بشكل ملتوز وشكل كبير الصغرى خلال فترة الليل بتوصل 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى أجواء من باردة إلى شديدة الفرودة على أغلب أنحاء الجمهورية فمهم جدا أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية وتكون ملابس شتوية تقيلة خلال فترات الليل المتأخرة ويهي الصباح الباكر الأجواء هذه إن شاء الله متوقعة نستمر معنا لنهاية الأسبوع مطلع الأسبوع القادم فرص الأمطار فقط نحصر في المناطق السحالية المطلة على البحر المتوسط واستمرار انخفاض درجات الحرارة بإذن الله طيب قبل ما نهي كلامنا مع حضرتك دكتورة منار خلينا نتكلم على الاحتفالات بقى رأس السنة الأجواء تبقى عاملة إزاي خلال الاحتفال براس السنة خلاص يومين ولا حاجة وإيه الأماكن اللي نقدر نقضي فيها وقت ويكون الجو الدافي وجميل ومش معرضين لسقوط أمطار يعني طبعا هي الأجواء مفتقرة بصفة عامة في نهايات العام وفي احتفالات رأس السنة يمكن المناطق الجنوبية الأقصر وأسوان جنوب البلاد شرب الشيخ والغرداء المناطق دي كلها الأجواء فيها مفتقرة بشكل كبير في دفع خلال فترات النهار درجات الحرارة خلال فترات الليل بتنخفض بشكل ملفوظ لكن طبعا في زيادة الفترات بتطوع شهعة شمس فترة النهار ما فيش أي فرص لسقوط الأمطار الأمطار بتنحصر فقط في سواحنة الشمالية المطلة على البحر المتوسط يعني مطروح الإسكندرية بعض المناطق من الفحيرة كف الشيفة الدقاهلية كمان بعض المناطق من دوميات برسايد رفع العريش المناطق دي خلال الأيام القادمة هي فقط المعرضة لسقوط الأمطار لكن باقي قطعات الجمهورية استقرار في الأحوال الجوية يعني ده نقول شيء تودافي جدا خلال فترات النهار التحذير فقط هيكون من فترات الليل انخفاض الملخوص في فترات الليل وكمان تكون الشبورة المائية في ساعة الصباح الأولى وكمان في ساعة الليل المتاخذ نشكرك في النهاية شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي بسرعة تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هنبدأها بالقاهرة للعظمة فيها 20 والصغرى 11 العاصمة الإدارية 19-12 سكندرية 20-11 العالمين الجديدة 19-12 مطروح 19-12 نوميات 20-12 بورسعيد 19-11 الإسماعيلية 21-12 السويس العظمة فيها 20 والصغرى 11 العريش 19-12 كاترين 14-4 طابة 16-12 حلايب 21-14 شلاتين 23-14 شرم الشيخ 23-15 الغردقة 22-14 الفيوم العظمة فيها 20 والصغرى 11 بني سويف 20-11 الوادي الجديد 21-11 أسيط 21-9 سوهاج 21-10 قنة 22-9 لقصر 23-11 وأخيراً أسوان العظمة فيها 23 والصغرى 11 وزي ما توقعنا أو عرفنا درجات الحرارة النهاردة إيه وكمان حالة الطقس ناخد بالنا أن إحنا ما نخففش خلاص ودومنا إحنا بقينا في فصل الشتاء الأجواء زي ما شفنا الأمطار خفيفة ما بتأثرش على حركة المرور أبداً لكن يعني على اعتبار أي حاجة نبعد بعربياتنا عن أي تجمعات مائية نبعد عن أعمدة الإنارة وإن شاء الله ترجعوا بيوتكوا بسلامة نرجع مرة تانية لشازلي وبسامب نكمل معهم بأي فكرتنا شكرا لك يا لاني